أكيد بـ 48 ما حصلش اللي بيحصل بيهاجموا؟ مايهاجموا حسبي الله فيهم أنا بلادي قصفت بسبب فلسطين أنا بغني الفلسطين منه أنا عمري 10 سنين أنا لن أسمع فيروس بسوت AI بأي إنكان ولا بأي حد يعني نعمل أول مرة بروجيه أربع فيديو كريبات كلها AI ها 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 والله لطيفة منوراني على شاشة عمان تيفي ويعني بعد ما شفنا الكليبات مبسوط قوي وإيه الفرحة اللي تملى لها فرحة الاستقلال بتاع عمان طبعا كل سنة والمملكة بألف خير وأمان وأنا بحب الأردن جدا 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 فقيادة وشعبا وأردن ربنا يحميكم ويحافظ عليكم وتفضلوا دايما زي ما انتم يا أردن الأجواد يا حرة عريقة بالأصل والدين انتقائك للكلمات اختيارك للمواضيع اللي انت بتغنيها جميلة قوي فأخدت قدي وقت عشان تختاري العشر أغاني طبيعة كلماتهم بتعاملين فيها مع شعراء العشر أغاني متعاملة فيهم مع فنانين كتير قوي في منهم متعاملت معهم مابلي كده زي الأستاذ كازم زي الأستاذ وليد سعد زي ناس كتير وفي منهم جودات شباب واحنا النهاردة عملنا يمكن العرض ده للمشروع الجديد اللي أنا بعمله أنا وأستاذ وليد نصيف المخرج المتميز جدا جدا ان احنا بنعمل أول مرة بروجي أربع فيديو كليبات كلها اي 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 او ذكاء اصطناعي واذا بتقول حد متمكن ومتقن وملتزم في التكنولوجيا دي فهو وليد نصيف الحقيقة ان مغامرة كبيرة ما يعملهاش غير نجمة كبيرة زي لطيفة بتحب دايما من المغامرات أربع كليبات بالاي اي اي برودكشن ضخم فيهم تفاصيل جديدة أعتقد لما ينزلوا هيعملوا فرق كبير قوي على مستوى شغلك وعلى مستوى السوالغنائي فيه ناس كتير هتبقى حابة تعمل ده حتى وليد قال لي ان التليفونات من أول ما بدأ يشتغل على المشروع ده مطربين كتير بيكلمون يعملوا ده بس انت ليك الأسباقية الحمد لله وتمنى انه ناس تانية طبعا فنانين تانين يشتغلوا على اي اي لانه حرام اللي بيروج للاي اي اي او للذكاء الاصطناعي كله حاجات نيجاتيف وده طبعا نعيب من عيوب السوشيل ميديا لكن الاي اي لما تدرسه وتتمكن منه من أدواته من تقنيته وتعمله بعلم اكيد هيضيف هيدي ابهار هيضيف للصورة هيضيف للفيديو كليبات هيضيف للفنان يعني بالجد انا فرحانة جدا بالتجربة هذه ممكن انت تستخدمي الاي اي انك تجربة صوتك على اغنية قبل ما انت تغنيها يعني انا كتير بنشوف مثلا جايبين اغنية ارعب حليم لطيفة اللي بتغنيها دلوقتي او مش عارك اوحش حاجات عملت يعني بجد انا كواحدة الاستنساخ اللي ملوش حس يعني مش ممكن هسمع فيروس بصوت معرفش مين او معرفش صورة غنوة لطيفة معرفش اينك حتوكسرت الدنيا بصوت ناكرة او بصوت ما هوش بيغني الصوت غير الصورة انت ممكن تشتغل اي اي ويبقى في اضافة للصورة لكن كصوت حتفتقد الاحساس انا لن اسمع فيروس بصوت اي اي باين كان ولا باي حد انت دايما متفعلا مع جمهورك على اكس او تويتر سابقا وبتاخدي رأيوهم اعمل ألبوم اعمل اغنية ممكن انت من المطلبين القليلين اللي هيا وجمهورها زي عيالة بتوعي اهلي بجد انت لن تخيل علاقتي بيهم زي اخواتي بجد دا السبب في انك بتعملي الابومات دا رأيوهم المطلبين كتير دلوقتي حتى عمر دياب بينزل سينجل كلنا نزلنا سينجلز انا مع الالبوم وبالذات انا يمكن الفترة اللي فاتت دي كانت صعبة شوية فغبت عن الساحة و لما رجعت قلت لازم اديهم لهم عايزين وعملت صنداش كده على تويتر قلت لهم عايزين الابوم ولا سينجلز ولا ميني الابوم كله الابوم يمكن ميتين في المية من اللي يردوا من الفانز ومن الناس اللي بتحبيني من اعلاميين من الناس عادية لطيفة عايزين الابوم خلاص انا تحت امرهم طبعا هينزل الابوم هترجع معك تاني للكليبات اللي عملتها مع وليد نصيف اللي احنا شفنا البروموهات بتاعتها وشفنا كلب منهم فيهم مجهود وفيهم طاقة تنفذهم مختلف قد ايه عن الكليبات العادية هل فيه ناس بتعتقد اول ما تسمع اي اي اني مش لطيفة اللي هتبقى موجودة هتبقى موجودة بشكل تاني مختلف عن شكلها لحقيقية اه ده ذكاء وليد نصيف بقى انه ما خلهوش كله اي اي لا خد الليبسينج بصوتي عشان جمهوري ما يتصدمش كمان لانه الاي اي فعين لي هو صورتي في اطار تاني لكن مش الطبيعي بتاعي فده ذكاءه ذكاء وليد نصيف انه هو عارف يعمل ماتشنج ما بين الاتنين بابهار للصورة تمانا اغاني مصري واغنية ليبي واغنية تونسي المكس ده ليه افضلت يكون فيه اغنية ليبي واغنية تونسي لاني انا لطيفة الغنوة الليبي هي الفن العظيم الله يرحمه لستر محمد حسن اللي انا عملاله اهداف الكليب لانه يستاهلوا وانا تعاملت معه كتير ابل كده في دللتني في عدة اغاني نشحت يعني الفن الليبي والفن التونسي واحد يعني جنوب تونس هو ليبيا نفس ال فانا الغنوة دي اخترتها انا وامي اللي ارحمها وكانت تتمنى انه هي وسجلتها وسمعتها وانبهرت وشكر التميم اللي وزحها فصورتها وعملت الاهداء لالستاذ محمد حسن يعني لسه خارجة من ظرف وفاة والدتك وشفنا يعني يعني يمكن العالم العربي كلهم الفنانين واعلاميين كانوا وقفين معاك وحضروا العازة هنا وسأوقف تونس لو هتواجه لهم رسالة يعني وازاي التخطو معاك الحمد لله كتر الف اخرهم كلهم انا بشكرهم كلهم بجد يعني كان في تونس ولا هوني ولا في العالم العربي كله من الخليج الى المحيط بجد يعني انا بشكرهم ومش عارف اشكرهم لانه مهما شكرت شوية في منهم كتير كانوا بيتصلوا بيا يوميا يعني كتير يعني مش عارف مش عايز اشكر حد وانسى حد لكن الحمد لله عايز اتكلم معاك عن يعني شوفنا في حفلات اللي انت كنتم تعملوها سواء تيري ونايت او الحاجات اللي بيبقى بيها اكتر من فنان مع بعض دي مروفات وكواليس الحفلات الضخمة دي بتبقى عاملها ازاي؟ ارواع ما يمكن كلها هزار وحلاوة وطبيعية انا اصلا الفرقة كلها زملائي في المعهد يعني دارسين مع بعض في الاكاديمية يعني ثانيا كانوا معايا كلنا حبايب يعني كلنا كلنا فيش مشكلة حصلت بينك وبين قليسة زي ما ولا يمكن كل اللي اتقال ده كله في السوشيال ميدي انا بموت في قليسة وبحبها وبحبها غنيها طبعا اول واحدة عزتني طبعا طبعا وبشكرها مليون مرة طبعا عايز انا اسألك عن انت من اول من دعم القضية وتكلم ودخلتي كمان كان فيه افخايا حاجة كتبها دخلتي رديتي عليه وكمان يعني ده يمكن عرضك شوية ان فيدي نسبة منهم يعني بيهجموك او بيهددوك ما يهجموه بيهجموه حسب يا الله فيهو ما يهجموه انا بغاني الفلسطين من وانا عمري عشرة سنين تمان سنين تسعة سنين انا تونسية انا بنت تونس اللي احتضنت منظمة التحرير الفلسطينية انا بلادي قصفت بسبب فلسطين لما قتلوا ابو اياد في تونس انا في تونسية وافتخر لانه اللي بيحصل مهما نسميناه عمرنا ما حنوصل نسميه لو كفر فزيادة لو بطش فزيادة لو ظلم فزيادة لو قهر فزيادة شو ذنبهم هال خمسين الف وهال حاجة و سبعة و تلاتين الف اللي ماتوا وتردموا تحت الرجل يعني شو ذنبهم شو ذنبهم هاللي بالخيام بيرفع تروح تقصئ شو هذا يعني اكيد بتمانية واربعين ما حصلش اللي بيحصل خالص زيادة رحباني بعرف ان الالبوم اللي بعده هيبقى معايا كلميني عن تعاونكم مع من احلى التعاونات اللي في حياتي في حياتي انا تتمنيت يوم اغني الحدفة هو زيادة رحباني وغنيت لي زيادة رحباني ولله الحمد مدرسة زيادة عشق كون اخر من الفن والموسيقى والعطاء حاجة تانية خاص انا فرحانة ان انا عامل الالبوم مع الوستاذ زياد والمفاجأة انه هو في اغنتين للشاعر عبد الهد محمد زيادة ملحنة وموزحه فانا فرحانة بألبومي مع الوستاذ زياد وربنا يقدرني ان شاء الله واصورهم قبل ما ينزل لألبوم ها 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 والله لزيز ام اللي فيت مطرح منك ساكن مش هم يكون طابق منو امن مش تأشوفك لكن 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 لطيفة بتنافس مين او بتبص الموضوع المنافسة ازاي احنا عارفين انك دايما يعني الناس اللي بتحبك وانا واحد منهم انك في حتة لوحدك تقدمي فن مختلف لكن انت بتنزور الموضوع المنافسة ده ازاي ولا 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 بحب اشوف او اتابع حد اقول ده بنا لا حدش نفس حد كل حد ليه طريقه كل حد ليه فيجين كل حد ليه الباسين بتاعته ازاي بيمبسطه ويشتغل انا ممكن اتعلم من ناس كتير ممكن اتعلم من حد جديد صغير ممكن تعلم من حد عالمي عامل تجربة حلوة غير زي الاي اي بشوف ناس بره بتستغل الاي اي بشكل ايجابي رائع وكده لكن انا لقو نفس حد انا نفس نفسي بس موخرج الكبير واليد نصيف منهورني علش تعمنت فيه يعني كلنا متشوقين نشوف طبيعة التعاون بينك وباللطيفة جهز زي التعاون ده الاول وإيه اللي انتو بتعملوه معه اول شي شكرا الموجودين معنا اليوم يا امير تمام اه هيدا العمل اه اربع كلبات بالزكاة الاصطناعي باخر تقنية اليوم ع سعيد العالم تمام هي موجودة هاي تقنية بس بعد اقيد نحنا اليوم هنقدم شي ما تقدم بعد ع الشاشة العالمية مش المحلية اه بعرف الاند برودكت ده هالقد واسق من الاند برودكت العمل قدمه هيدا التعاون العاشر مع فنانة كتير كبيرة متل اه لطيفة ليش لانه على مدار الاسنين والنجاحات والاعمال اللي عملناها مع بعض هي اللي بتخلينا اليوم نقول what's next يعني شو المرحلة القادمة وشو بدنا نعمل وهيدا اللي طبقناه اليوم هيدا اللي طبقناه اليوم مبني على شغلتين اساسية وخصوصا بالعلياة الفنية والنجاحات اللي عملناها مع بعض بعد تقريبا ست اعمال واليوم ع بتكلله بالعشر اعمال من خلال الزكاة الاصطناعي هن النجاح تمام السئة والفجن الرؤية اللي بكون الفنان عنده ايها وهيدا الرؤية الفنان كتير كبيرة متل اسم اللطيفة موجود بهيدا الفجن لانه وتقررنا نعمل ما كان في تردد وان شاء الله بتشوفه النتيجة على صعيد كتير كبير بالنسبة لشي كل العالم هم بتحكي عنه مقدمينه بافضل طريقة ممكن اليوم شوف اللي بيحصل دلوقتي في رفح وفي فلسطين هل بتتبع اللي بيحصل وزلقه او بتدعم القضيات ازاي اليوم هيدا الموضوع انساني هيدا الموضوع تكون صريح معك هلا انت عم تحكيني فجلا بصير تحس قلبك بصير خبت زيادة يدق زيادة مسؤولية كتير كبيرة ياريت نحنا قدرين نعمشي نحنا اللي بنعمله انا بلشت اعمله فيديوهات موجودين كيف انت من خلال الفن المتقدمه حتى من خلال الارتيفش انتلجنس قدمنا رسايل رسايل معينة تضامنية بالفكر الفني اللي نحنا عنا هي اقلها شي لو واحد بالمية بيكون عم نساعد بالفكر اللي نحنا قدرين نوصل الرسالة من خلاله بعد ايدي هيدا وهيدي وظيفة مش كلمة وظيفة كلمة وظيفة منها حلوة هيدي مسؤولية كل واحد منها ومسؤولية كل واحد بيدوره انا اليوم كان مخرج بالنسبة لي قدمت كتير فيديوهات بتوصل رسالة معينة مع اسماء معروفة خلال زكال اصطناعي بفيديوهات موجودين على البيج بتوصل رسالة معينة للمئذير اقلها شي نعملوا مطرم العالم بوزدين اشتركوا في القناة